بسم الله الرحمن الرحيم حصة العلوم لطلبة الصف الخامس اليوم إن شاء الله يا خامس رح نستكمل بدرسنا المجموعات الغذائية في الحصة السابقة تعرفنا إلى أهمية الغذاء حيث يزود الغذاء الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالعمليات المختلفة والغذاء ضروري لنمو الجسم وتعويض الأنسجة التالفة بالإضافة أنه يساعد على الوقاية من الأمراض بعد ذلك تعرفنا أن الغذاء يحتوي على خمس مجموعات غذائية رئيسية وهي الكربوهايدرات، البروتينات، الدهون، الفيتامينات والأملاح المعدنية تعرفنا إلى مصادر هذه المجموعات الغذائية وأهميتها وفائدتها لجسم الإنسان اليوم إن شاء الله تعالى سنتعرف على الماء بالرغم يا خامس من أن الماء ليس مادة غذائية ولكنه كالمجموعات الغذائية ضرورية جدا لصحة جسم الإنسان قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي هذه توضح أهمية وضرورة وجود الماء في حياة الكائنات الحية فالماء موجود في جسم الإنسان بنسبة 70% إذن نسبة وجود الماء في جسم الإنسان هي 70% وبالتالي هذه النسبة العالية توضح أهمية الماء لماذا يحتاج الجسم إلى الماء؟ يحتاج الجسم إلى الماء لإذابة المواد ونقلها بين أجزائه المختلفة الغذاء عم ينتقل خلال الدم حتى يصل لكل خليه من خلايا جسم الإنسان الآن نقل الغذاء في الدم لا ينتقل في الحالة الصلبة ينتقل وهو مثاب الذي يساعد على إذابة الغذاء ونقله بين أجزاء جسم الإنسان المختلفة هو الماء إذن الماء ضروري لإذابة المواد ونقلها بين أجزائه المختلفة لأهمية الماء وضرورته يجب على الإنسان أن يتناول ما مقداره من 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا صيفا وشتاءا وممكن أن تزيد هذه الكمية في فصل الصيف ولكن يجب أن تتراوح معدل تناول الماء يوميا من 6 إلى 8 أكواب يعني تتراوح من لتر إلى لترين هذه كمية الماء الموصة بتناولها يوميا صيفا وشتاءا سنوضح الآن يا خامس تأثير نقص بعض المواد الغذائية أو سيادتها في صحة جسم الإنسان الآن كل شيء لازم يكون تناوله بتوازن وباتزان وبكميات مناسبة الرسول صلى الله عليه وسلم حكا ثلثل لمائك وثلثل لهوائك وثلثل لطعامك يعني أنا مش شرط أني لازم أعبي معدتي بالغذاء حتى أحصل على الفائدة هناك زي الفيتامينات مثلا إحنا حكينا أنه تناولها بكميات قليلة يعني الجسم يحتاجها بكميات قليلة فمش شرط أني مثلا أكل 6 سبع تفوحات باليوم يوميا عشان أحصل على الفيتامينات المطلوبة أو أتناول عدد كبير من البرتقال عشان أحصل على الفيتامين سي الضروري لتقليل من أعراض الرشح والإنفلونزا الآن نقص بعض هذه الفيتامينات يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية أبرز هذه المشكلات مرض الكساح ما هو مرض الكساح مرض الكساح هي خامس هو مرض يصيب الأطفال فالعظام عندهم بتكون ليلة ضعيفة وليست قوية وبالتالي زي ما انتوا شايفين بهذه الصورة تتقوس العظام يعني الأقدام ما بتكون مستقيمة بتكون متقوسة سبب ذلك هو نقص فيتامين دال حيث هذا النقص يقلل نقص فيتامين دال يقلل من امتصاص الكالسيوم اللازم لبناء العظام والأسنان فبالتالي بيأثر نقص فيتامين دال على قوة العظام وعلى بقاء الاسنان بيأثر على بقاء الاسنان لذلك يجب زي ما حكينا انه نتعرض لأشعة الشمس خاصة في ساعات الصباح الباكر من الساعة السابعة الى التاسعة هذه الفترة المطلوبة للتعرض لأشعة الشمس لانه التعرض لأشعة الشمس ينشط تصنيع هاتف ملف ت prom pull �م الانسان تناول الكربوهايدرات بكميات كبيرة بتأدي الى تخزينها في جسم الانساء وهذا التخزين بسبب السمنة فالتناول الكربوهايدرات و السكريات والحلويات والنشويات كلها出خل تحت نظام الكربوهايدرات تناولها بكميات كبيرة يجب أن نرافقها ممارسة الرياضة أما أنك تأكلها وما تمارس الرياضة هذا بيؤدي أن الجسم يخزنها فيه وبالتالي يصاب الشخص بالسمنة وإحنا زي ما حكنا في الحصة السابقة أن السمنة هي سبب للإصابة بالعديد من الأمراض مثل السكري مثل أمراض القلب وتصلب الشرايين وإضافة أن تناول الحلويات بشكل كبير بضرب بصحة الأسنان وبيؤدي إلى تسوسها الاكثار من تناول الدهون كمان الدهون تمد الجسم بالطاقة ولكن هاي الطاقة الموجودة في الجسم لازم ينرافقها تمارين رياضية حركة بأي نوع ماشي جري لعب كرة قدم سباحة أي نوع من أنواع الرياضات فالاكثار من تناول الدهون والتقليل من الحركة هذا بيؤدي إلى الإصابة بالسمنة وأمراض القلب الآن سنقوم بمراجعة الدرس نمت بالسؤال الأول الثكرة الرئيسية ما فوائد الغذاء؟ كما ذكرت لكم قبل قليل يا خامس الغذاء ضروري لنمو الجسم ضروري لتعويض الأنسجة التالفة يمد الجسم بالطاقة وأساعد على الوقاية من الأمراض السؤال الثاني المفاهيم والمصطلحات أكتب المفهوم المناسب في الفراغ المصدر الرئيسي للطاقة مثل النشا والسكر طبعا مصادر الطاقة اثنين يا خامس وهي الكربوهايدرات والدهون ولكن النشا والسكر هي من أنواع الكربوهايدرات فالإجابة الصحيحة هي الكربوهايدرات المصدر الرئيس للطاقة مثل النشا والسكر الكربوهايدرات يحتاج إليها جسمي بكميات قليلة لمساعدته على الوقاية من الأمراض طبعا نحن نحكي عن الفيتامينات لأن الفيتامينات هي التي تساعد على الوقاية من الأمراض السؤال الثالث أستنتج هل تختلف حاجة جسمي إلى المواد الغذائية باختلاف الفصول السنة؟ طبعا نعم تختلف مش باحتمادا على الفصول السنة حتى على طبيعة العمل اللي انت بتشتغله بتأثر على نوع الغذاء اللي انت بتتناوله وكميته فإحنا منلاحظ أنه مثلا صيفا نتحتاج إلى تناول الماء بكميات كبيرة لأنه درجة الحرارة عالية بتبخر الماء فبشعر الإنسان بنقص الماء فبالتالي يجب تناول الماء بكميات كبيرة بفص الشتاء لا بفص الصيف عفوا هذا لا يعني أنه احنا بفص الشتاء مش بحاجة للماء احنا حكينا الكمية هي من 6 إلى 8 أكواب صيفا وشتاء ولكن عند بذل المجهود بتزيد الحاجة إلى تناول الماء إضافة مثلا للمواد الغذائية اللي بتمد الجسم بالطاقة مثل الكربوهايدرات والدهون هذه للأشخاص بيمارسوا رياضة وبتحركوا وطبيعة عملهم شاق بيأدي إلى أنهم يتناولوا كميات كبيرة منها السؤال الرابع طبعا مش مطلوب مني بس إذا بنقدر نعمله كواجب على الدفتر العلوم ما في أي مشكلة على دفترك العلوم بدك تحط صور لأغذية مفيدة للجسم الإنسان بتمنى أنه يتم حله على الدفتر وإرساله على المنصة السؤال الخامس يتجنب بعض الأشخاص تناول مصادر الكربوهايدرات أبين رأيي في ذلك طبعا جميع المواد الغذائية يحتاجها الجسم الإنسان فلا يجب الاستغناء عن أي نوع من أنواع لأنه كل نوع له فواده وإله أهميته فيجب تناول جميع المواد وبكميات محتدلة تناسب حاجة الجسم السؤال السادس أختاروا الإجابة الصحيحة إليه الصورة التي تمثل وجبة صحية أي هذه الصور تمثل وجبة صحية مثل ما إحنا شايفين إليه الصورة ألف إنها بتحتوي على بعض الخضروات والفواكل الخضروات عفوان إليه مثل بندورة فيها خبز فيها بيض فهذه المواد احتاجها الجسم الإنسان ولكن الأغذية الموجودة في باء و جي مودال هي أغذية وجبات صحية عفواً وجبات سريعة وهذه الأغذية تؤثر على سلام الجسم الإنسان إضافة أنه فيها نسبة كبيرة من الدهون اللي ممكن تتخزن في جسم الإنسان وتسبب السمنة يعطيكم العافية خامس ترجمة نانسي قنقر